ترجمة نانسي قنقر 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 أو حتى من الجاريات مختلفة في الإمارات نحن عندنا عام التسامح اللي هو عام 2019 واللي هو عام tolerance من خلال عام التسامح التسامح يبدي من المدرسة يبدي من العائلة يبدي من العائلة الصغيرة أنك تربي أبدا تتعليق من العائلة الصغيرة يبدي من العائلة الصغيرة يبدي من العائلة الصغيرة وهي الرجال على عائلة الصغيرة على مهمة الأمم على التسامح مواطنم ترجمة نانسي قنقر 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 الجميل اللي حسست بوجودي بينهم بروح الأسرية الروح المصرية الروح الحلوة روحة المحبة لنا كإماراتيين وبينهم وبين بعض طبعا نحن أنا موجودة هنا لزيارة الأنبارساني وزيارتكم وقضاء يوم من يوم الأحد لرؤية أيضا المركز القبطي التابع للكنيسة والذي يقدم الكثير من الخدمات للجالية القبطية المصرية هنا من دروس في الدين ودروس في العقيدة وترجمات وكتب لإعطاء المساعدة في خلق جيل جيل واعي جيل فاهم جيل يساعد في بناء مجتمع مسالم مجتمع طيب مجتمع يتسلح بالعلم والدين والعقيدة في نفسه روح التسامح هذا يقودنا إلى الإمارات الآن في دورة الإمارات 2019 هو عام التسامح الإمارات على أرضها الطيبة يوجد أكثر من 200 جنسية لدينا وزارة للتسامح قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية زارنا في 2014 وأصرح أن الإمارات هي مثال حي للتسامح البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زارنا في فبراير 2019 مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وتم توقيع ما يسمى بوثيقة الأخوة التي انطلقت من الإمارات للعالم نرفع شعار التسامح والمحبة للجميع بغض النظر عن العرق والجنس واللون والعقيدة نحن جميعا معا ممكن أن نصنع السلام في العالم هذه رسالة الإمارات للعالم شكرا على استضافتكم لي شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة